السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد قصة النهاردة من القضايا الغمضة اللي ملهاش تفسير لغاية النهاردة القصة عن شاب اسمه برايس عنده 19 سنة برايس في ليلة من الليالي كان مروح بالليل بالعربية بتاعته ولكن في الليلة دي برايس مروحش البيت واختفى بلا أثر في فيديو النهاردة هنعرف الظروف والأحداث اللي حصلت قبل اختفاء برايس واللي كانت في منتهى الغرابة انا اكتشفت ان انا ما عنديش غير 6 او 7 قضايا بس غير محلولين في القناة كلها فطبعا يعني ما ينفعش يبقى عندي 70 فيديو ما فهمش غير 7 بس غير محلولين فقررت ان حلقة النهاردة هتبقى قضية غير محلولة واكتشفت كمان حاجة خطيرة جدا ان انا لما ما بقولش عدد لللايكات اللايكات بتبقى قليلة قوي فانا هضطر ان انا المرة دي هنزل بسقف الطموحات واقول 25 الف لايك في اول 24 ساعة وخلينا نبدأ في قضية النهاردة بطل قصة النهاردة اسمه برايس لاسبيزا عنده 19 سنة وتولد في ألينوي بأمريكا برايس كانت علاقته بوالده والدته كويسة جدا وكان قريب جدا منهم بحكم ان هو كان الطفل الوحيد ليهم ولما برايس خلص المرحلة السنوية في 2012 انتقل هو وعيلته وعاشه في كاليفورنيا وفي نفس الوقت قدم ورقه في الكلية والعجيب ان الكلية اللي برايس اختارها كانت على بعد حوالي 7 ساعات من بيت أهله فكان في ناس مستغربة انهم اصلا لسه نقلين لكاليفورنيا وبعدها على طول برايس اختار ان هو يدرس في كلية عادية جدا وما فيهاش اي حاجة مميزة بعيد عن أهله 7 ساعات ومحدش عارف ليه هو عمل كده المهم برايس كان بيدرس تصميم جرافيك وكان شاطر وموهوب جدا في الدراسة بتاعته وفي أول سنة ليه في الكلية أصبح عنده أصحاب كتير جدا وكان أقربهم ليه شون زميله في الشقة وواحدة من زميلاته اسمها كيم كانت الجيرل فريند بتاعته وبعد نهاية السنة الدراسية الأولى من الكلية برايس رجع لبيت أهله في كاليفورنيا علشان يقضي أجازة الصيف مع عائلته ولما الدراسة بدأت تاني برايس رجع الكلية ولكن لما رجع أصحابه كانوا حاسين أن في حاجة اتغيرت في برايس بس محدش عارف ليه وإيه السبب المهم أول يوم في الدراسة برايس كان طبيعي جدا وحضر المحاضرات بتاعته وكلم مامته في التليفون وقال لها كل حاجة تمام مكالمة عادية وطبيعية جدا ولكن كيم اللي هي الجيرل فريند بتاعت برايس وشون اللي هو زميله في الشقة كانوا قلقانين جدا على برايس وقالوا أن برايس بقى بيشرب كحول كتير جدا وبكميات كبيرة في الأسبوعين اللي قبل ما برايس يختفي وفي 27 أغسطس الأحداث اللي حصلت في اليوم ده كانت غريبة وغير مفهومة لغاية النهاردة كيم لحظت أن سلوك برايس غريب ومتغير بس بصراحة مش معروف هو متغير يعني كان بيعمل إيه بالزبط بصراحة مش مذكور في أي مصدر إيه السلوك المتغير فيه المهم كيم قالت أن برايس اعترف لها أن هو بياخد عقار اسمه وأن هو بياخده من نفسه من غير ما دكتور يكتبه له العقار ده بعض الطلاب بياخده علشان يساعدهم على أن هما يصهروا ويذكروا ولكن شون صاحب برايس كان بيقول أن برايس كان بياخد العقار ده علشان يخليه صاحي طول الليل يلعب فيديو جيمز مش يذاكر وقال أن هو في اليوم ده كان بيشرب كحول بكميات كبيرة جدا خلال اليوم وبعدها تصرفاته أصبحت أسوأ وتاني يوم في 28 أغسطس لما شون لاحظ التغيير الكبير في تصرفات صاحب برايس وخصوصا في اليوم اللي قابله فكلم مامت برايس في التليفون لأنه كان قلقان جدا عليه وقال لها أن برايس تصرفاته مش طبعية وأنه هو انفصل عن كيم من غير أي سبب وجيه ولما انفصل عنها انفصل عنها بطريقة غريبة بعت لها رسالة بيقولها أن الأفضل لها أنها تكون من غيره شون قال كمان لمامة برايس أنه هو حاسس أنه في حاجة مضايقة برايس بس إيه هي محدش عارف المام بعد ساعتين من مكالمة شون برايس نفسه اتصل بمامته وفي الوقت ده برايس كان في بيت كيم على الرغم من أنه هو انفصل عنها في الليلة اللي قبلها بيت كيم كان على بعد 90 ميل من مكان شقة برايس المهم لما برايس كلم مامته في التليفون كان مصر على أنه هو كويس جدا وما فيهوش أي حاجة لكن كيم أخدت منه التليفون وقالت لمامته أنه هو مش كويس وبيتصرف بطريقة مش طبيعية وأنها مش عايزة يسوق عربيته ويروح على شائته وهو في الحالة دي برضو إحنا مش عارفين إيه هي التصرفات الغريبة اللي كيم تقصدها هل هو مثلا تأثير الكحول أو خليط ما بين الكحول والعقار اللي هو كان بياخده مش عارفين بالزبط المهم برايس قال لمامته أن كيم مش عايزة تدي له مفاتيح العربية وتخليه يمشي لأنها متضايقة أنه انفصل عنها الليلة اللي قبلها وعلى حسب كلام مامة برايس أنها حست أن برايس صوته كان عادي جدا في التليفون ويبني أنه هو مش تحت تأثير كحول ولا حاجة لذلك قالت لكيم ادي له مفاتيح العربية ده شكل كويس جدا وبعد ما خلصت مع كيم وكلمت برايس تاني في التليفون هو كان واضح أن هي برضو قال أنا عليه لأن هي قالت له أنها هتحجز تذكرة وتجيله بكرة فهو قال لها لا ما تحجزيش حاجة دلوقتي لغاية ما تكلم معاك تاني أنا عندي حاجات كتير عايز أقولها لك بس برايس ما قالش إيه هي الحاجات اللي كان عايز يقولها المامته المهم كيم قدت المفاتيح لبرايس وبرايس مشي من عند بيت كيم على الساعة 11.30 مساء وفعلا مامته ما حجزتش التذكرة علشان تروح تشوفه المهمة على الساعة وحدة الصبح في اليوم اللي بعده 29 أغسطس برايس اتصل ببيت أهله ولكن محدش رد على التليفون ساعتها غالبا كانوا ناموا معتقدين أنه كده خلاص برايس روح شاقته بس اللي ما كانوش يعرفوه وتعرف فيه ما بعد أن المكالمة دي ما كانتش من شاقة برايس ولكن برايس كان في مكان مهجور على بعد ساعة من شاقته في اليوم اللي بعده على الساعة 11 الصبح عيلة برايس جات لهم رسالة صوتية على التليفون من شركة التأمينات بتاعتهم بتقول لهم أن العربية تيوتا بتاعت برايس محتاجة زي صيانة أو تصليح حاجة زي كده يعني فهم استدربوا جدا فحاولوا يكلموا برايس كتير جدا علشان يعرفوا هل حصلت له مثلا مشكلة بالعربية وهو مروح من عند كيم لشاقته ولا إيه اللي حصل بالزبط المهم لما معرفوش يكلموه كلموا شون زميله في الشقة وتفاجئوا أن برايس مروحش البيت الليلة دي والد والد برايس كانوا مديين برايس كريدت كارد بتاعتهم علشان يستخدمها فعن طريق الكريدت كارد دي قدروا يعرفوا آخر مرة برايس استخدم فيها الكريدت كارد كانت فين وإمتى فعرفوا أنه هو استخدمها في مدينة اسمها باطن ويلو على بعد ثلاث ساعات من بيت عيلة برايس فهم استنتجوا أن برايس كان مروح على عندهم في البيت في كاليفورنيا وأن هو مش مروح شاقته زي ما قال لمامتو في اليوم اللي قبله لما كلمها في التليفون من عند كم المهم معرفو هو فين استخدم الكريدت كارد فاتضح أن هو استخدمه في محل لتصليح العربيات ولكن تعدي كذا ساعة وما حدش عارف يوصل لبرايس والمسافة من محل تصليح السيارات لبيت عيلة برايس حوالي ثلاث ساعات فلو كان هو على الطريق كان زمانه ووصل البيت ولأنهم مش عارفين يكلموا برايس وكانوا قلقانين جدا عليه ومش عارفين هو فين اتصلوا بمحل تصليح السيارات واتكلموا مع واحد اسمه كريستيان وهو اللي ساعت برايس وقال لهم أنا فاكر ابنكم كويس وفاكر أن البنزين خلص منه وحطط له ثلاثة جالون بنزين لحد ما يقدر يوصل لمحطة البنزين ويملى بنزين من هناك المهم والد برايس شرح للراجل الحكاية والراجل كان طيب جدا ومتعاون وقال لهم طيب أنا هروح أشوف لكم برايس إن كان لسه موجود في نفس المكان ولا اتحرك بالعربية المهم بعد دي تين كريستيان كلم أهل برايس في التليفون وقال أنا لقيت ابنكم وقال لهم إن هو كان واقف في نفس المكان اللي هو سابوا فيه الساعة 9 الصبح النهاردة وقال لهم إن برايس شكله كويس بس عيونه حمرة شوية وقد برايس التليفون علشان يكلم مامته لما مامته كلمته في التليفون قالت له أنت إيه اللي أنت بتعمله ده فقال لها ولا حاجة مش بعمل حاجة بس العجيب إنه مامته ما سألتوش أنت ما روحتش البيت ليه بعد ما سبت كم أو أنت كنت فيه مثلا طول الليل وليه البنزين خلص منك أو إيه الحاجة اللي أنت كنت عايز تكلمني عنها كل اللي قالته أنت على بعد 3 ساعات دلوقتي من البيت حط بنزين وتعالى البيت فقالها حاضر وقفل مع التليفون والمكالمة دي كانت حوالي الساعة 12 ونص بعد الظهر بتهايلي لو أي أم كانت سألته تفهم هو بيعمل كده ليه وخصوصا أن أصحابه كانوا قلقانين عليه من الليلة اللي قبلها مش بس تقوله حط بنزين وتعالى والله أعلم المهم برايس كان مفروض يوصل للبيت على الساعة 3 بعد الظهر بس اتعادي ساعة والتانية وبرايس ملوش حس ولا خبر ومش بيرد على التليفون فعلى الساعة 6 مساء يعني بعد 6 ساعات من آخر مرة كلموا فيها برايس والده والدته بقوا قلقانين جدا فبلغوا عن اختفاؤه المهمة أول حاجة الشرطة عملتها هي أنهم تعقبوا تليفون برايس ومن حسن الحظ أن تليفونه كان لسه مفتوح فعرفوا يحددوا مكانه ويطرى طلع فين؟ طلع راكن على جنب الطريق على بعد 8 ميل بس من مكان مكان موجود الساعة 9 الصبح والساعة 12 بعد الظهر لما مامته كلمته في التليفون يعني كان في نفس المنطقة لمدة تقريبا 9 ساعات المهمة رجال الشرطة راحوا المكان ده علشان يشوفوا برايس لما الشرطة وصلت برايس كان موجود جوه العربية واتضح أن برايس حط بنزين في العربية وركن قرب محطة البنزين وبدل ما ياخد الطريق ويروح لبيت عيلته ركن وقعد في العربية أموم الشرطة طلعته من العربية وفتشت العربية كلها بس ما لقوش أي حاجة مش طبيعية لكن في مخدرات ولا كان في كحول وعشان يتأكدوا أن هو مش شارب أو أن هو مثلا واخد مخدرات فعملوا له اختبار أخد منهم حوالي 20 ديئة وبعد الاختبار ده يتأكدوا أن هو مش تحت تأسير الكحول أو المخدر وقالوا أن هو كان شكله طبيعي جدا ولأن هو شاب ببالغ ومش بيعمل أي حاجة غلط أو يعني خارج عن القانون فما كانش ينفع أن هما يخدوا معاهم وهم كل اللي عملوا أن هما قالوا له أن هو يريد يكلم أهله في التليفون لأن هما قلقانين جدا عليه بس العجيب أن برايس كان رافض تماما أنه هو يكلمهم في التليفون فالشرطة اتصلت هي بالتليفون عشان تخليه يكلم ممط والمكالمة دي كانت الساعة 10 مساء لما كلمته سألته أنت بتعمل إيه فردت عليها وقال لها ولا حاجة أنا بس بحط حاجاتي تاني جوه العربية بعد ما فتشوها فقالت له تعال البيت علشان أنا قلقانة عليك وقفلت معاه التليفون معتقدة أنه هو هيروح البيت وبرده ما سألتهش هو أنت بتعمل كده ليه إيه الحكاية بالزبط إيه المشكلة يمكن علشان الشرطة طمنتها أنه هو كويس ممكن المهم كريستيان الراجل اللي هو بتاع محل تصليح السيارات اتصل بوالدة برايس علشان يتطمن عليه فقالوله الحكاية وأنه هو لسه مروحش وأن الشرطة طمنتهم عليه فعرض عليهم أنه هو يروح يشوفه عند محطة البنزين مكان مكان واقف لما الشرطة لقيته علشان يتأكد أنه هو فعلا مشي فهم قالوله لا أملوش لازمة لأن الشرطة كانت خلاص طمنتهم عليه المهم هو أصر أنه هو يروح يتطمن عليه المهم بعد 15 دقيقة كريستيان كلم والد والدة برايس والمفاجأة أن برايس كان لسه موجود في نفس المكان فكريستيان قال لمامة برايس أنه هو هيستنى لغاية ما يتأكد أن برايس طلع واتحرك بالعربية وبرايس هنا أدرك أن أهله كل شوية هيبعته حد علشان يخلوه يمشي من المكان فبرايس اشترى حاجة من محطة البنزين علشان يشربها وقال لكريستيان خلاص أنا هطلع بالعربية وفعلا برايس طلع بالعربية وأخذ الطريق متجه لبيت أهله وكريستيان طلع وراء وساء حوالي 10 ميل وراء برايس ولما حس أن كل حاجة تمام وبرايس واخد الطريق ومروح على بيته فكريستيان لفه وروح تاني ويكلم مامة برايس في التليفون علشان يطمنها أن ابنها أخد الطريق المهم بعد ساعتين برايس اتصل بمامته في التليفون علشان يطمنها عليه ويقول لها أن هو هيوصل إمتى فقال لها أن الجي بي اس بتاعه بيقول أن هو هيكون في البيت على الساعة 3.25 دقيقة الصبح ولكن على الساعة 2.9 دقيقة صباحا برايس كلمهم تاني وقال لهم أن هو تعبان جدا ومش قادر يسوق أكتر من كده فهيقف على جنب على الطريق وينام شوية ويرتاح لأن طبعا برايس بقاله أكتر من 24 ساعة في الشارع ومنامش من ساعتها فطبيعا أن هو يكون تعبان المهم في الوقت ده مفروض أن برايس يكون ركن العربية ونام ووالده والدته راحوا كمان يناموا وفي اليوم اللي بعده الساعة 8 الصبح باب بيت عائلة برايس خبط فقالوا الحمد لله أخيرا برايس رجع البيت بس لما فتحوا الباب لقوا الشرطة قدامهم مش برايس الشرطة قالت لهم أن هم لقوا عربية برايس لطيوتا مقلوبة ومخبوطة في الطريق المؤدي لبحيرة اسمها كاستك على بعد ساعتين من بيتهم وساعة من المنطقة اللي الشرطة لقيت فيها برايس جنب محطة البنزين الطريق المؤدي للبحيرة كان عبارة عن منحدر فبعد التحريات قالوا أن على ما يبدو أن برايس وهو على الطريق المنحدر زود سرعته متجه ناحية البحيرة لكن العربية اتقلبت قبل ما توصل للبحيرة وكان واضح أن برايس كويس ومحصلت لهش أي إصابات خطيرة لأن كل اللي لقوه هو نقطتين دم في الكرسي الخلفي ولكن مش دم كتير يخليهم يقلقوا ولقوا الزجاج الخلفي للعربية مقصور فهم استنتجوا أن برايس قصر الزجاج العربية الخلفي وطلع منه وما كانش فيه برضو دم برا العربية والعجيب أن برايس بعد ما طلع من العربية مشي وساب كل حاجاته في العربية ساب اللابتوب والتليفون وكمان المحفظة بتاعته بس السؤال هنا هو مشي راح فين المهمة الشرطة دورت على برايس في المنطقة كلها واستعانوا بطيارة هليكوبتر وجابوا غطصين نزلوا البحيرة يدوروا عليه يعني يمكن يكون مثلا طلع من الحدثة ما كانش مثلا في وعيه أو دايخ فوقع في البحيرة ولكن للأسف برايس ما كانش له أي أثر لا في البحيرة ولا في المنطقة ولكن لقوا حاجة خلت القضية محيرة أكتر ما هي محيرة في الطريق المؤدل للبحيرة كان فيه كاميرا مرأبة فالكاميرا أخدت صورة للوحة العربية بتاعت برايس وكلام ده كان على الساعة اتنين وربع الصبح وهو داخل على طريق البحيرة وده معناه أنه هو كان هناك بعد الست دقايق بس من وقت ما كلم ممتو في التليفون وقال لها أنه هو عايز يرتاح ومش قادر يسوق وعايز ينام شوية يمكن كان عايز يسوق للمنطقة دي علشان مثلا يرتاح قدام البحيرة ممكن بس العجيب بقى أن نفس الكاميرا في نفس المنطقة على نفس الطريق سجلت لوحة العربية بتاعت برايس تاني الساعة أربعة تسعة وعشرين دقيقة وهو داخل طريق البحيرة تاني خلي بالكم الكاميرا دي بتسجل بس العربيات اللي دخلها على الطريق للبحيرة العربيات اللي طلعها ما بتتسجلش فاستحالة حد يعرف برايس كان فين وبيعمل إيه ما بين الساعة اتنين وربع والساعة أربعة تسعة وعشرين دقيقة واستحالة نعرف إمتى خرج تاني من الطريق بتاع البحيرة وليه هو كان في المكان ده وبعد كده لف وراح تاني نفس المكان تصرف غريب وغير مفهوم وخصوصا أن أصلا أهله مستنينوا أنه هو يروح البيت وقت الحادث بالضبط ما كانش معروف ولكن الشرطة لقوا العربية مقلوبة بعد أقل من ساعة من وقت ما كاميرا المراقبة سجلت عربية برايس للمرة التانية اللي هي ساعة أربعة تسعة وعشرين دقيقة ورجال الشرطة كانوا في مكان الحادث الساعة خمسة ونص الصبح بس للأسف ما كانش فيه شهود على الحادثة دي وسبحان الله حصلت حاجة عجيبة جدا في نفس اليوم لأن أثناء البحث عن برايس رجال المطافي عرفوا أن فيه حريق في المنطقة المحيطة بالبحيرة واتطلح أن الحريق ده كان بسبب جسد تم حرقه ولكن اكتشفوا بعد كده أن الشخص اللي تم حرقه ما كانش برايس وإنما للشخص تاني عنده 35 سنة اسمه لموندر مايلز الشخص ده اتقتل أثناء خنائه علشان يعني يسدد الدين اللي عليه وسبحان الله أن الحادثتين كانوا في نفس الوقت ودي كانت حاجة غريبة وهل يطرم ممكن مثلا يكون الحادثتين لهم علاقة بعض الله أعلم المهم في الوقت ده المحقيين كانوا شكين أن ممكن يكون برايس كان بيحاول أنه يخلي الكل يعتقد أنه هو عمل الحادثة الشنيعة دي بالعربية علشان يخلي الناس تعتقد أنه هو مات ولكن في حقيقة الأمر أنه هو لسه عايش المهم في اليوم التاسع من البحث عن برايس جابوا كلام متخصصة في التعقب وتعقبوا ريحة الدم بتاع برايس اللي هم لقوه في العربية فعرفوا أن برايس بعد ما طلع من العربية عد الشارع لغاية ما وصل لموقف عربيات النقل الكبيرة بس للأسف القصر وقف لغاية هنا ومعرفوش تعقبوا إيه اللي حصل بعد كده بالمعلومة دي اتأكدوا أنه هو ما رحش ناحية البحيرة نهائي أو أنه هو مثلا رمى نفسه في البحيرة لأنه بعد كده طلعت نظريات أنه ممكن يكون برايس كان عايز أنه هو يرمي نفسه في البحيرة بس الكلام ده صعب أنه هو يكون حصل المهم الشرطة حققت مع شون وكم يومين بس بعد اختفاء برايس واكتشفوا أن برايس قبل ما يمشي على طول قد الإكس بوكس بتاعه لواحد من أصحابه مع حلق ألماظ مامته كانت مديهوله وفي نفس الليلة اللي مشي فيها بعت لزميله رسالة بيقول فيها الآتي أنا بحبك جدا يا صديقي وإنت أحسن شخص أنا قابلته أنت أنقصت روحي شون قال أنه هو مش مقتنع أن برايس يكون أخذ قرار أنه هو يمشي وما يرجعش تاني علشان هو قاله أنه هو راجع على يوم عيد العمال واللي هو اليوم اللي بعد اليوم اللي اختفى فيه برايس المهم يعدي الوقت وما كانش فيه أي خط جديد يوصل لبرايس فالبحث عن برايس اتوقف رسميا بعد ثلاث أسابيع من اختفاؤه تعالوا بقى نشوف النظريات اللي طلعت على القضية والد ووالدة برايس استعانوا بمحاق متخصص في قضايا الأشخاص المفؤودين وكان عندهم نظريتين الاحتمال الأول أنه ممكن يكون برايس اتعرض لإصابة في الرأس لما اتخبط بالعربية في احتمال يكون مثلا حصله ارتجاك في المخ أو أصبح تفكيره مشوش أو ممكن يكون ما كانش عارف هو مين فما رجعش البيت من ساعتها لأن مامته كمان بتقول إن مستحيل إن ابنها يكون عارف أو واعي لنفسه وما يسألش عليهم كل الفترة دي واللي هي تقريبا دلوقتي حوالي سبعة أو ثمان سنين واللي أكد إن هو ما كانش عايز يختفي بإرادته إن برايس قال لمامته في التليفون إن هو عايز يقول لها على حاجات مهمة والاحتمال التاني إن ممكن يكون برايس شاف حاجة مثلا ما كانش المفروض إن هو يشوفها فممكن يكون حد قاتله بسبب الحاجة اللي هو شافها النظرية لبعد كده ممكن يكون مثلا إن برايس كان عنده انهيار عصبي زائد العقار اللي هو كان بياخده فالنتيجة إنها أثرت على تفكيره وده يفسر التصرفات غير مفهومة اللي كانت قبل ما يختفي على طول فالانهيار العصبي زائد العقار اللي هو كان بياخده وكان بياخد كحول قبل كده زائد كمان إن هو ما كانش نايم لمدة اكتر من 24 ساعة وقلت النوم لوحدها اصلا بتجيبها لاوس فالموضوع اثر على دماغه وممكن يكون ما كانش مدرك هو مين يعني هي النظرية دي منطلعة الولد مجنون من الاخر يعني المهم بقى تعالوا ندخل على نظرية المحاقيين ودي اكتر النظرية انا شخصيا مقتنع بيها وهي ان برايس كان عايز يسيب حياته القديمة ويبدأ حياة جديدة وان هو لسه عايش في مكان ما والدليل على كده ان هو ادى حاجاته الغالية قبل ما يمشي لصاحبه ويساب كل متعلقاته في العربية ودي بتبقى علامة من علامات يا اما يكون عنده اكتئاب او ان هو حد مش عايز اي حاجة تفكره بحياته القديمة فعلشان كده هو اتخلص من الحاجات دي وفبرك قصة العربية اللي اتقلبت علشان محدش يدور عليه ويفتكر ان هو مات لان العربية زي ما قولنا قبل كده ان هي تبان كأنها مقلوبة عن قصد بس برضو احنا مش متأكدين ان كانت مقلوبة عن قصد ولا لأ وطبعا اكبر دليل على ان هو احتمال كبير يكون لسه عايش الكلب اللي مشي ورا ريح الدم برايس لان هو واضح ان هو مشي لموقف عربيات النقل الكبيرة وركب مع حد من موقف العربيات ومشي والشرطة كمان قالت ان هو واضح ان هو بيستخدم اسمه مستعار وعايش في مكان ما لان الشرطة قالت ان هو ما استخدمش اي حساب بنكي او حسابات التواصل الاجتماعي بتاعته لكن ممكن يكون برايس ما استخدمش اي حاجة من الحاجات دي لان زي ما قلنا ان هو اصلا كان مش عايز اي حاجة تفكره بحياته القديمة والله اعلم ونظرية ان هو رمى نفسه في البحيرة دي مستبعدة تماما لان الكلاب تعقبت ريحة الدم لغاية ما وصلت لموقف العربيات ده غير ان هم اصلا دوروا في البحيرة وملاقوش اي حاجة فالاحتمال ده مستبعد جدا في ناس بقى كانت شكة ان والد والدة برايس ممكن يكون في حاجة هم عارفينها او في حاجة حصلت بس هم مش ايلين وكانوا بيقولوا كمان ان ليه مهمته لما عرفت ان هو بيتصرف بطريقة غريبة واصحابه كمان كلموها مخصوص في التليفون ينبهوها ولكن هي ما تحركتش من مكانها وخصوصا ان هو ابنها الوحيد والاكتر من كده ان هي خلت كيم تديله مفتاح العربية على الرغم من ان كيم كانت مصرة ان هو ما يقدرش يسوق في الحالة دي بس ده ممكن يكون سوق تصرف من الام مش اكتر والله اعلم قلولي انتم ايه اكتر نظرية منطقية من وجهة نظركم واللي هي ممكن تكون يعني ما تقلتش في الفيديو اصلا لان ممكن يكون فيه احتمالات تانية تكون برضو منطقية كنت عايز اقول ان القضية دي فيها شبه كبير جدا جدا من قضية كنت انا عملتها زمان في بداية القناة عن بنت اختفت في ظروف وغمضة اسمها مورا ماري ولغاية النهار ده مش عارفين طريقها فين القضية دي كانت يعني من القضية المحيرة جدا ولو لسه قاعدين لغاية دلوقتي بعد كل اللخبطة والنظريات دي كلها احب اشكركم الشكر خاص جدا ويقولولي كلمة السر في التعليقات وصلنا بالسلامة واشوفكم الفيديو الجاي على خير ما السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة